كما أشار الرئيس السيسي إلى تبادل وجهة النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخلال المؤتمر الصحفي أوضح الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على حشد جهود المجتمع الدولي لإنجاح قمة المناخ المقبلة قاب 27 نفي شرم الشيخ تترقت مباحثاتنا اليوم إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتبادل نوجات نظر البلدين حيالها وفاق التنسيق بشأنها وأخيرا فقد تبع حسنا حول استضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير المناخ في شهر نوفمبر 2022 كوب 27 وأكدنا الحرص على حشد جهود المجتمع الدولي لإنجاحه بما يحقق نقلة حقيقية في العمل الدولي حول المناخ فخامة الرئيس اسمحوا لي ختاما أن أرحب بكم مجددا في القاهرة معربا عن تطلع إلى أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وتاجكستان بما يحقق الرقاء والازدهار لشعبين الصديقين ويولد مزيدا من الزخم في علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدين ترجمة نانسي قنقر